طيب كنا بنتكلم في اللقاء اللي فات حوالين حول الكبد وظائف الكبد ممكن تسمح لي حضرتك بالسؤال دلوقتي احنا اتكلمنا على الناس وتسرعها في التشخيص وبعدهم لا يعتمد على الطبيب وحاجات زي كده وانت اشرت الى انه انت شغلة الدكتور مش يعالج العرض انما يعالج المرض طب ايه الاعراض اللي ممكن نلقطها بسرعة عشان نكتشفي الكبد لانه الكبد ممكن يبقى فيه حتة كده وحتة كده عطلانة وما بيقول لناش ايه ايه الاشارات ايه الحاجات عدد كبير جدا عشان اروح للدكتور ايه عدد كبير جدا 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 من المرضى عنده مشكلة في الكبد ملاش اي اعراض اي اكتشاف صدفة هو راح يكشف عشان رجبته بتوجاهه طبعا بسيه والدكتور طلب له تحليل او اي حاجة على اساس انه حامل عملية في الرجبه لقى وظائف الكبد يلقى وظائف الكبد عطلانة اه كتير جدا يروح ما بيشكيش عندي انتفاخ اظن انتفاخ دي شكوى كل الناس كل الناس ده مصر كلها حتى اللي ما عندهش انتفاخ مزمن بيجيله احيانا من اكل دي ذنجان ونشط طعمية فتلاقي انتفاخ وهو رايع لانه وهو اللي يقول لدكتور انا عندي قولون عندي انتفاخ يطلع كبد فكتيرا جدا بيبقى الكبد ما بيشاورش على نفسه اه طب هو ليه بيتجنن كده يعني هو بيشتغل شغل عظيم جدا وراجل دقيق جدا اه ومصحصح جدا ليه فجأة يبقى كسول كده ومديناش اهم اشارة يعني حقول الحركة حاجة يعني هو اللي جاله فيروس سيه ده مفيش اي اعراض لا سخن ولا طرش معلش ده جاله فيروس سيه كويس اه مهو الكابت مش حقيقة طلب حاجة اه طب اللي بيشرب كحولات اللي بيشرب كحول عارف ان ده مستقبله اه يعني اللي بيشرب كحول وفيروس بيه يعارف ان ده مستقبله ومفيش كلام وربنا يحميهم جميعا يعني اه ويعفو عنهم البلهارسي اللي التلفزيون يعني موت نفسه محمد رضا وعبدالسلام عشان ما ينطش في الترع السلام محمد ودي دهرك للترع اه مهمة الاتنين محمد رضا عبدالسلام محمد كان محمد الكابت عيبه انه فعلا اعراضه متأخرة جدا اه فين؟ دعيب بقى هنا عندي اه دعيب بقى يعني رغم كل مهاراته السابقة اللي قلناها في الحلقة اللي فاتح اه بيكتب معه يعني ميجي عبره عن نفسه اه ما يعبرش عن نفسه إنما لو عبر حيعبر تورم في القدمين اه الجسم نفسه بقى بيعبر عن الكابت نيابة عن الكابت نيابة عنه تورم قدمين ده فشا الكابت تورم قدمين ده بيقولوا ممكن بتاخذين مية اه ده له مليون سبب اه بس من دي منها احدهم الكابت استسقة بطنه فيها مية وانتفخت اه والانتفاخ بالغازات بيجي قبل استسقة نقول الريح اشارة اه الريح نقول للطالبة كده الريح الذي يسبق المطر اه اللي هو الانتفاخ ده الاول بعدين الدنيا تمطر يعني يجي له استسقة مية بطنه اه السفرار في العينين ده روخة اه النوم يتقلب النوم يتقلب اللي ينايم طول النهار وصحي طول الليل اه عنده كسل يقولك ده كسلان ده يقولك اه هو مش كده ده كبت طب وكبت ليه بينايم الليل وصحي الليل لان فيه مواد مهمة الكبت بيضيحها ما تروحش المخ هي بقت تروح تبقت صحيه بالليل وتنايم الصفح تلغبطت المخ عكسته ده بقول حردك الجسم ده عجب عجب فيه مادة اسمها امونيا اه الناس كله عارفها موجودة في البول اه الامونيا دي ناتج هضم البروتينات كويس يعني ما اكل حتة لحمة بروتينات حيوانية اه ولا نباتية لا الحيوانية حيطلع لي امونيا في الامعاء اول ما اكل حتة لحمة هتطلع حتة امونيا امونيا اه مادة كده تروح دخل عالكبت كويس الكبت يحولها ليورية بولينا وتروح في الدم وتروح عالكلا تخرج ادي السكة لحمة امونيا كبت بقت بولينا كلا في البول خلاص مع السلامة عشان كده الكلوته تعباني نقوله متاكلش الحون كتير ليه ان هترخخ الكلا بالبولينا اللي طرعه من الامونيا اللي جاية من اللحم تمام طب الكبت تعباني مش هيحول الامونيا بازة الدايرة دي كلها مش هيحول الامونيا البولينا مش عارفي حولها فتخش الامونيا عالدم تطلع المخ بجيب غيبوبة غيبوبة حتة لحمة حتة لحمة عشان كده مريض الكبت ممكن حتة لحمة تيب له غيبوبة انا خالي راح في صلطة قوطة فيها توم توم بس كان عنده كبت طبعا ومات هي غيبوبة الكبت احلى غيبوبة انا بحبها يعني بقول كل يوم الصبح وانا بصلي الفجر كده يا رب لو في غيبوبة جاي لنا ربنا يحميل للمرضى عشان اللي حيخش يا عمرو كذا اقول يا رب الغيبوبات اللي تجيلي غيبوبة كبد لانه خف غيبوبة كبد تخف بس هما غالبا مرضى الكبد لو بقى فشى الكبد يجيب بيموتوا بالغيبوبة يعني بيموتوا بغيبوبة بس حلوة يعني النسبة طب نزيف في المخ ولا غيبوبة كبد يعني كله في نهاية يعني كلها عنها مركزة خلينا نرم الكلم عن عنها مركزة ده ازاي؟ غيبوبة الكبد من الغيبوبات الحلوة حنعدل الكلام باسم الراحشة ما تتخذوش يعني قصدك انها بيتم الشفاء منها مش كلها مش كلها بس النسبة عليها الحالة المتأخرة من الكبد بتبقى دي اشارة للرحيل بفضل الله بفضل الله قوي طلعت حاجات ما زرعات كبد طبعا 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 اللي جاله غيبوبة مرة او اثنين او ثلاثة طبعا نزرع له الكبد وعمليات نكحة مية في المية يعني اذا الغيبوبة الكبدية مش كلها رحيل مش كلها وحشة